احتفل المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي باليوم العالمية للبيئة حيث تم اعداد برنامج متميز والذي يهدف إلى تبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في المجتمع وخاصة لطلاب المدارس ارفع صوتك لا مستوى سطح البحر كان هذا شعار احتفالية العام لليوم العالمي للبيئة والذي احتفل به المركز العلمي في جو من التفاعل الترفيهية المركز العلمي يحرص على اقامة عدة فعاليات بيئية كل عام اهم هذه الفعاليات اليوم العالمي البيئة مشاركة المركز العلمي مع العالم كله مشاركة الجهود العالمية برنامج السنة من بثق من الهيئة الممتحدة والشعار هو ارفع صوتك لا مستوى البحر يعني لا نفكر في مستوى البحر نرفع صوتنا فوق يقوم المركز العلمي باعداد برامج متخصصة في مجال المحافظة على البيئة من خلال ورش العمل والمعارض التي من شأنها رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع مركز العلمي دخل بشراكة مع الهيئة العمل البيئة وشركة البترول الوطنية الكويتية لإقامة عدة ندوات ورش عمل ولدينا معرض كذلك عدة جهات فريق سنيار تابع لمركز العمل التطوعي وكذلك جهود طوعية اخرى هذا البرنامج طبعا أو هذا الاحتفالية الهدف منها توعية الجمهور في أهمية البيئة والمحافظة على البيئة الاحتفالية هذه تحاول توضح حق الناس القدر القدر أو الاهتمام المفروض أن ينعطى حق البيئة في هذه الأيام للأسف عندنا واحد ناس ما تمهم البيئة بشكل عام أو أن هناك أفعال يسوونها مثلا رمي القمامة أو الشاس البلاستيك أو التقطيع الأشجار هذه كانت تأثر على البيئة لكن ليس للمدى القريب ولمدى البعيد ومع دخول فصل الصيفة يهتم المركز العلمي بوضع برامج خاصة لزواره كما له دور ريادي في إجغال وقت فراغ الشباب برنامج الصيفي طبعا نائما يكون حافل راح يكون عندنا برنامج طوعي سنأخذ بحدود المئة متطوع أعمارهم 15 و16 و17 ولدينا كذلك برنامج المخيم الصيفي للفئة العمرية من 8 إلى 12 سنة برامج مفيدة جدا أسبوعية لمدة ثلاثة سابيع بالإضافة إلى تدشين فيلم العيد الاحتفالية شملت معرضا للبيئة وندوات وورش عمل شارك فيها الأطفال لإحياء المناسبة البيئية مروم حرام تلفزيون دولة الكويت